نشوف صحف المغرب قالت ايه عن الاستعدادات الاخيرة لمواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين نادي زمالك العظيم ونهدة بركان صحيفة هاسبريس المغربية عنوانة بركان يطمح للتتويج بكأس الكونفدرالية وقالت ان نهدة بركان هيستضيف الزمالك في اعادة لنهائي 2019 اما صحيفة المنتخب المغربية فتصدر غلافها صورة للعب نهدة بركان تحت عنوان صعبة هي المسالك نهدة بركان والزمالك اندياتنا وكأس الكاف عشق السنين وفي خبر اخر تحدثت صحيفة المنتخب عن غيابات نهدة بركان امام الزمالك والتأكيد على غياب عبدالكريم بعدي ولمين كمارا عن مواجهة الزمالك رغم عودتهما للتدريب الجماعي ايضا صحيفة الصباح المغربية نشرت عنوان الانظار تتجه الى بركان وقالت ممثل الكرة المغربية يواجه الزمالك بحثا عن تتويج جديد في كأس الكونفدرالية ريال مدريد الاسباني تسلم بشكل رسمي اليوم خبر بعث عيد لكل عشاق ريال مدريد لقب الدوري الاسباني للموسم عشرين ثلاثة وعشرين عشرين أربعة وعشرين بعد ما توج بشكل رسمي وريال مدريد خلاص تسلم درع دوري خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيرو في المدينة الرياضية بعدما رفضت إدارة نادي مقترح ربطة الليجا ان هما يستلموا الدرع في لقاء جرناتا اللقاء الماضي في المسابقة المحلية ده في وجود طبعا بيراز رئيس نادي اللي كان جانب لعاب الفريق وخلاص تسلم رئيس الاتحاد ويسلموا عفوا رئيس الاتحاد الاسباني بيدرو روشا كأس الليجا لقائد الفريق ناتشو واذاعت القناة الرسمية لريال مدريد على يوتيوب بث مباشر للحظة استلام لعبي المرينجي درع الدوري داخل المدينة الرياضية يا صعدك يا هناك يا اللي بتشجع ريال مدريد ده فيما يخص تتويق ريال مدريد بيلا ليجا نروح لفريق الهلال السعودي اللي أيضا توجه بالأمس السبت بطلا لمسابقة الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه عقب الفوز على نظيره الحزم بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 31 في الدوري السعودي للمحترفين الزعيم الهلالي توجه بلقب الدوري السعودي 19 مرة بيليل اتحاد 9 مرات النصر 9 مرات الشباب 6 مرات الاهلي 3 مرات الاتفاق مرتين وأخيرا الفتح مرة وحيدة النهاردة هتقام العديد من المباريات القوية في مختلف المسابقات تعالوا نشوف أبرز المواجهات اللي هتتلاعب النهاردة ونطلع لفاصل منه نرجع نستقبل ضفنة الكابتن صالح موسى لاعب ونجم نادي الزمالك السابق ولكن بعد هذا الفاصل موسيقى 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 موسيقى